حتى يتبين لهم أنه الحق أحد الأحبة جزاه الله خيرا أتصور اسمه الأستاذ محمد من المغرب أرسل لي ببعض الحقائق عن عذاب القبر الحقيقة أعجبتني أحببت أن أوصلها لكم أنكر بعض المفكرين الإسلاميين عذاب القبر بحجة أن القرآن لم يذكر عذاب القبر النبي أنبأ عن عذاب القبر انتهت القضية لا يقول لك نريد دليلا من القرآن نريد دليلا من القرآن لذلك أنا سأعرض أمامكم الآن قرأه الأخوة وهذا طبعا موجود يعني على ما أعتقد أنه موجود في كتب كتب السنة وكتب السيرة وكتب التفسير موجود هذا الشيء الكثير ولكن هو نبهنا لآية عظيمة دعوني أعرض أولا برنامج إحصاء القرآن أنا أحب دائما أن يعني هو أصبح يدي اليمنى في مثل هذه المسائل سنعرض أمامكم أيها الأحبة هذه الآية ونتدبرها طبعا قبل أن نعرض الآية أنت عندما يأتي شخص ليركب لك الجهاز كهربائي مثلا يعطيك الكتيب دققوا أيها الأحبة هذا مثال لطيف يعطيك كتيب التشغيل يقول لك هذا كتيب التشغيل أنا ذات مرة اشتريت آلة حاسبة آلة حاسبة كتيب التشغيل 500 صفحة ولكن لا تستطيع أن تقرأه طبعا فيأتي هذا العامل أو هذا المندوب يركب لك الجهاز يقول لك هذا كتيب التشغيل طبعا قد يكون 100 صفحة 50 صفحة 200 صفحة ولكن يشرح لك بطريقة سريعة ومبسطة أهم المبادئ كيف يتم التشغيل موضوع الأعطال موضوع الصيانة موضوع الأزرار موضوع كذا فهذا الشخص يكون مدرب وموثوق ومعتمد من قبل الشركة والشرح الذي يقدمه لك يوفر عليك كثيرا الحقيقة أيها الأحبة ولله المثل الأعلى الله عز وجل عندما أرسل لنا أو أراد أن يبلغنا القرآن أنزل هذا القرآن على حبيبنا عليه الصلاة والسلام وأنزل معه المعلومات التوضيحية التفصيلية منزلة أيضا عليه لأن النبي لا يستطيع أن يأتي بشيء من تلقاء نفسه أيها الأحبة فالله عز وجل أنزل على النبي لذلك النبي قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه أوتيت القرآن ومثله معه يعني الكتاب والشرح التفصيلي الآن النبي عليه الصلاة والسلام لو تركنا لنستنبط عذاب القبر من القرآن ربما نجلس ألفين سنة حتى نستطيع أن نستنبط يحتاج إلى علماء ومفكرين هو سهل علينا هذا الأمر وأخبرنا أن هناك عذابا في القبر وأمرنا أن نستعذ منه اللهم أجرني من عذاب في القبر وعذاب في النار يعني والله أستوب جميل لذلك لماذا تنكر هذا الأمر لماذا تعقد نفسك مثل بني إسرائيل طلب منهم سيدنا موسى أن يذبحوا بقرة قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وبقرة هنا من نكرة لم يقل لهم البقرة الفلانية لا بقر فلو أمسكوا بأي بقرة وذبحوها انتهى الأمر بدأوا يعقدون على أنفسهم إن البقرة تشابه علينا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها وما شكلها وما كذا وما كذا حتى آخر شيء لم يجدوها إلا عند كما في بعض التفاسير عند أشخاص أيتام وبلون معين صفراء فاقع اللون وما كذا ودفعوا وزنها ذهبا انظر كيف أرهقوا أنفسهم وأتعبوا نبي الله موسى عليه السلام حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون يعني حتى ذبحوها قال تعالى وما كادوا يفعلون طيب يا أخي لماذا تعقد نفسك النبي قال لك قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار انتهى الأمر يعني لا تحتاج لفلسفة وتقول طيب لا يوجد عذاب ماذا يوجد بعد الموت يقول لك لا شيء طيب الآية الآن ستوضح لنا أنا سأعرض الآن أيها الأحبة برنامج إحصاء القرآن الحقيقة هذا الأخي الفاضل جزاه الله خيرا نبهنا إلى هذه الآية الكريمة سأعرض عليكم هذه الآيات آيات جميلة جدا الحقيقة وأنا أطلب أيضا من أي أخ كريم يجد أي معلومة يحب أن يوصلها للناس من خلالنا فنحن أولا نكون شاكرين له ونحن على استعداد لإيصال أي معلومة لمن يرغب ونذكر اسم هذا الشخص وبالنتيجة نحن نريد أن نوصل معلومات لا يهمنا أن تنشر بإسمي أو بإسمك أو بإسم فلان هذا العلم لله أيها الأحبة نحن نحاول أن نكتشف والله يمن على من يشاء من عباده والله كثير من المعلومات تأتني وأصحابها يصرون وأنا أصر أن أذكر أسماءهم يعني كنوع من أرد الجميل أو نوع من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله ويرفضون بشدة يقولون يعني دعها بيننا وبين الله فنحن على استعداد أي معلومة ولكن بعد أن ندرسها طبعا ونتأكد منها أن ننشرها لأنها قد تصادف ملحدا وبخاصة الرد على الملحدين أيها الأحبة والرد على الشبهات كثيرة جدا الشبهات اليوم يعني هذه الفترة هذا العقد من الزمن هذه العشر سنوات التي نعيش فيها الآن يمكن أن أسميه عقد الشبهات العقد يعني عشر سنوات هذه السنوات سنوات الشبهات سمح لهؤلاء الذين يطرحون أفكار الإلحاد والتشكيك والتشكيك بالسنة النبوية فتحت لهم كل الوسائل والعلماء الربانيون لا يجدون وسيلة يدافعون فيها عن هذا الكتاب العظيم إلا الإنترنت كما ترون يعني يعني الآن ليس لدينا إلا وسيلة هذه هذه القنوات على الإنترنت يوتيوب وفيسبوك وغير ذلك وطبعا الله سبحانه وتعالى هو يتكفل بإيصال هذه المعلومات لمن يشاء من عباده ولمن أراد له الهداية الحقيقة الله سبحانه وتعالى يقول في آية عظيمة الذين كذبوا بالكتاب هذه آية أيها الأحبة فيها لمحة حقيقة لمحة عجيبة دعوني أستخدم الرسم الإملاء فقط لسهولة وأكبر الخط قليلا من أجل أحبتنا أن يتابعوا معنا أتصور إن شاء الله الخط واضح الله تعالى يقول أنظر أيها الأحبة الله تعالى يقول الذين كذبوا بالكتاب إذن ما هو الكتاب بالنسبة لنا كمسلمين هو القرآن طيب إذن الكتاب هو القرآن طيب وبما أرسلنا به رسلنا شيء عجيب ما أنتم أيها الذين الذين تشككون بسنة نبي عليه الصلاة والسلام تقول حسبنا القرآن هذه الآية عن ماذا تتحدث تتحدث عن شيئين تتحدث عن شيئين الذين كذبوا بالكتاب أي بالقرآن وبما أرسلنا به رسلنا شيء ثاني وهو الشرح التوضيحي التفصيلي الذي هو السنة النبوية إذن هذا دليل على ضرورة أن نلتزم بالسنة لأنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى دليل ثاني أيها الأحبة دليل ثاني الله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس لتبين للناس ما نزل إليهم إذن النبي لديه دور مهم هو التبيان وليس دوره مجرد ناقل افهموا أيها الأحبة افهموا يا أحبة في الله النبي نعود لمثال منذوب الأجهزة الإلكترونية ولله المثل الأعلى نحن لا نشبه طبعا مع فارق التشبيه ولكن لكي تستوعب عقولنا الصغيرة هذا المندوب لديه كتيب ولديه معلومات تفصيلية وتوضيحية يصعب على الإنسان العادي أن يستنبطها من الكتيب التشغيل لأن هذا العامل أو المندوب أو المهندس ربما جلس عشرين عاما وهو يعني يدقق ويبحث ويتعلم ويأخذ معلومات شكلة يعني خبرة واسعة خبرة هذه الخبرة يعني فرضا يمكن أن نسميها أو هذا التوضيح أو التبيان نسميه السنة النبوية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس لتبين وليس لمجرد تبلغ هناك آيات فيها طبعا البلاغ إن عليك إلا البلاغ ولكن هنا لتبين كيف يبين يقرأ أم يشرح يشرح طب هل هذا الشرح يعنيني أنا كمسلم يعني أترك شرح النبي وأذهب إلى شخص يخرج على الفضائيات مثلا وعلى الإنترنت ويريد أن يشرح لي القرآن بطريقته الخاصة لنفهمه مثلا طب هذا الكلام أيها الأحبة لا يتبعه إلا إنسان جاهل لأننا أحبة في الله معلمنا الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم نتعلم من النبي طب نتعلم من شخص يشغل عقله ويستنبط أشياء ربما تكون خاطئة إذن هذه الآية دليل على أن نأخذ بالكتاب وبالسنة طيب هذه آية أخرى وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ طيب القرآن تقرأه طائفة معينة من المسلمين يفسرون هذه الآية تفسير معين تقرأه طائفة ثانية تختلف معها يفسرونه تفسير يناسب منهجهم وطائفة ثالثة ورابعة تجد أصبح لديك خلاف كبير من الذي يحل هذا الخلاف النبي صلى الله عليه وسلم وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ طيب مثال آخر القانون واضح أم غير واضح واضح لماذا نحتاج إلى محام وإلى قاضي سؤال إذا كانت القضية موجودة ضمن القوانين الموجودة والمعمول بها حاليا هذا القانون واضح عقوبة السارق كذا ومفصل لماذا يجلس القاضي عدة أشهر حتى يستطيع الفصل في القضية ومحام ونيابة وكذا وكذا لماذا يعني معنى ذلك أنك إذا اعتبرت هذا القرآن مثل القانون أي إنسان يستطيع أن يأخذه ويعمل به ستصبح فوضى كل إنسان يفسر كيفما يشاء النبي يوضح لنا يفصل يقول انتبهوا هذه الآية فيها دليل على عذاب القبر ليس من الضروري أن طبعا يعطينا مجلدات النبي أتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم فهذه الآية أيضا فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مهمته أن يبين لنا طيب وأطيعوا وأطيعوا في القرآن 14 مرة وردت جملة وأطيعوا وأطيعوا الله والرسول طيب طاعة الله تكون بتطبيق القرآن طاعة الرسول كيف تكون بتطبيق القرآن إذا أصبح لدينا هنا تكرار لا فائدة منهم طيب أنا أقول لك أطيع أباك وأمك ولله المثل الأعلى طبعا أنا أستخدم هذه التشبيهات فقط لنستوعب أطيع أباك وأمك ما معنى ذلك معنى ذلك أن أبوك يمكن أن يعطيك معلومة معينة وأمك تعطيك معلومة معينة ولكن النتيجة كلاهما يريد مصلحتك كلاهما يريد مصلحتك القرآن يعطيك أمر والنبي يعطيك أمر كلاهما لمصلحتك أيها الإنسان ولا يتناقضان ولا يختلفان وأحدهما يفسر الآخر لذلك الله تعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذه آية طيب الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول طيب نرده إلى الله من خلال القرآن كيف نرده إلى الرسول يعني أنا الآن أنا الآن لنفرض أنني اختلفت معك أنا خطابي لمن يعتقد أن عذاب القبر غير موجود اختلفنا معا على تفسير آية وسأتي الآن بهذه الآية أنا أقول لك فيها دليل على عذاب القبر وأنت تقول لا يوجد دليل على عذاب القبر طيب عندما لجأنا إلى القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لم نستطع أن نحل المشكلة لأن كل واحد متمسك برأيه طيب من الذي يحل المشكلة؟ الرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أرده إلى الرسول طيب أنا لدي حديث صحيح مثبت يقول إن هناك عذاب في القبر انتهت القضية تمام أيها الأحبة الآن الآية الثالثة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسول من البلاغ المبين طيب لماذا كل هذه الآيات؟ يعني أنا أتساءل تقول الرسول مهمة وأن يبلغ القرآن فقط ولم يأتي بشيء من عنده طبعا هو لم يأتي بشيء من عنده كله من عند الله ولكن هناك سنة أيضا هي وحي طيب لماذا كل هذا التأكيد؟ لماذا كل هذه الآيات وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين طيب الآية الرابعة وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين هذه آيات خطيرة أيها الأحبة أنظروا هو الله يربط طاعة النبي بالإيمان لحظتم؟ يعني أنظروا الآية السابقة السابقة ماذا تقول؟ واحذروا الآية السابقة تقول واحذروا احذر احذر أن تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي قبلها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويده كأنما ربط طاعة الرسول بالإيمان يعني كأنك إذا لم تطاع الرسول خرجت من الإيمان انتبهوا أيها الأحبة طيب ربط طاعة الرسول بالرحمة لعلكم ترحمون طيب الآن الآية الخامسة وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين الآية السادسة وأطيعوا أمري هذه بالنسبة ل قصة موسى وهارون عليهما السلام الآن آية السابعة قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول تأكيد الآية الثامنة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون هنا لا يوجد فيها طاعة الله مع الألم أن طاعة الله أولا ثم طاعة الرسول ولكن هذه الآية يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقيموا الصلاة وعاتوا الزكاء وأطيعوا الرسول طيب أنا بماذا أطيع الرسول يقول لك تطبيق القرآن طب تطبيق القرآن القرآن أطيعوا الله أطيعوا الله يعني القرآن طيب أطيع الرسول ماذا السنة باختصار يعني أنا أفهمها هكذا ولا يستطيع أحد أن يفهمها إلا بهذا الشكل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم طب هذه نزلت فقط مثلا للصحابة أم نزلت لي ولك اليوم كيف أوطيع الرسول أنا الآن أنا أسأل هذه الآية لمن نزلت هل نزلت للصحابة فقط وانتهى الأمر ونقرأها عبثا الآن أم أنها نزلت تخاطب كل مؤمن أنا الآن أعتقد بأنني مؤمن فأنا معني بهذه الآية الله يخاطبني يقول لي يا أيها الذين آمنوا إن شاء الله نكون من المؤمنين طيب ماذا نفعل أطيعوا الله طبقنا القرآن وأطيعوا الرسول ماذا أطبق كيف أطيعوا الرسول أنا اليوم من خلال طاعتي لأوامره يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه هذا الكلام أنا لا أجده حرفيا في القرآن أجد أن سيدنا إبراهيم أكرم ضيفه وجاء بعجل سمين أو حنيذ أو كذا إشارات لإكرام الضيف ولكن النبي أعطاني قانون من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وأعطاني قانون من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره طب قوانين رائعة هذه هذه قوانين تحدث يعني لحمة في المجتمع ومحبة وتآلف طب أنا أنا لماذا أستغني عنها لا أعلم وأطيع الرسول ولا تبطل أعمالكم ربط طاعة الرسول بإبطال الأعمال كأنه يقول لك إذا لم تطبق تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم حابط عملك بطل عملك نسأل الله العافية الآن الآن أيها الأحبة نأتي للآية التالية وأطيع الله ورسوله والله خبير بما تعملون هنا أيها الأحبة أقرأ السلطة الأخي سبحان الله يعني أنا أقول سبحان الله يا رب يعني لماذا كل هذا التأكيد لماذا كل هذا التأكيد وأطيع الله ورسوله وأطيع الله والرسول وأطيع الله وأطيع الرسول وآية تقول وأطيع الرسول لماذا كل هذا التأكيد ليحذرك من خطورة مخالفة النبي وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولي البلاغ المبين فاتقوا الله ما استطعتم وهناك آية تقول فليحذر كلمة يحذر ذكرت مرة واحدة في القرآن أيها الأحبة يحذركم يحذر المنافقون كلمة ليحذر باللام ليحذر ذكرت مرة واحدة فليحذر الذين يخالفون عن أمره هذه الآية نختم بها لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني لا جزء أن تقول محمد يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم ولا تناديه بالاسم المجرد تقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره ماذا يحذر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم احذروا أيها الأحبة رجاء الآن سنأتي لهذه الآية أنا أعجبتني حقيقة في سورة غافر كلمة ممات ممات ذكرت في القرآن كما نرى ثلاث مرات المرة الأولى قل إن الصلاة ومحيايا ومماتي لله رب العالمين مماتي إذن المحيايا هذا الله يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له قل إن صلاتي ونسك نسك هي الشعائر العبادات الزكاة الحاج كذا ومحيايا ماذا يعني محيايا يعني حياتي ما أعمله ما أقوم به ما كل يتضمن كل الأحداث في حياتي أنا ومماتي ما معنى مماتي هل هي لحظة الموت لا يعني فقط إنه لحظة الموت لله لا مماتي أي وأنا حي كل الأحداث التي تمر بي هي لله أنا سلمتها بين يدي الله وسلمت مماتي باعتبارا من لحظة الموت إلى لحظة البعث هذا وقت الممات ربما يمتد مليارات السنين نحن لا نعلم كل هذا الممات أنا سلمته لله قل هذا ليس خطابا للنبي أيها الأحبة هذا التعليم لنا النبي لا يمكن أن يشرك بالله ولا يمكن أن يعني سيدنا يوسف قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فض الله علينا وعلى الناس فالنبي لا يشرك ولكن هو الله تعالى يعلمنا من خلاله يقول انظروا حتى النبي لو أشرك سيعذب حتى النبي حتى النبي تصوروا أيها الأحبة ولكن ليس المقصود أنك يا محمد انتبه أن تشرك لا حاشا له صلى الله عليه وسلم هذا أسلوب تعليمي أيها الأحبة أسلوب تعليمي يعني مثل إنسان مثلا مدير عام يصدر قانون يقول لك أنا سأطبق أو صاحب المعمل صاحب المعمل يقول لك أنا سأطبق هذا القانون على المدير العام ويخاطبه ليسمع البقية ولكن هذا المدير العام ليس من الممكن أن يسرق مثلا يعني هو يعلم أمانته ويعلم أنه أمين ولكن يحذر البقية أنه لا يوجد استثناءات لكي لا نفهم لأن بعض المشككين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يخاف أن يشرك أو يخاف أن كذا أو حذره ليشرك هذا كلام فارغ أيها الأحبة النبي لا يمكن يعني وصل إلى هذه المرتبة من الإيمان لا يمكن أن يشرك ولكن الله علمنا من خلال هذا النبي قال لنا حتى لو أن هذا النبي على الرغم من أعظمته وهو رحمة للعالمين وهو على خلق عظيم وهو من أعظم من خلق الله من البشر على الرغم من ذلك على الرغم من ذلك إذا أشرك سيحبط عملهم سيحبط عملهم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذن يعني لو أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم ركنت إلى الذين ظلموا وافتريت على الله كما يفتري بعض الناس اليوم على الله من مشككين وملحدين إذن لاتخذوك خليلا بالفعل يعني الآن أي واحد يريد أن يطعم في الإسلام يظهر مباشرة على الإعلام العالمي لماذا؟ فقط أن يطعم في الإسلام سبحان الله وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لذلك أيها الأحبة أي نعمة عندما تصلي احمد الله اعرف أن الله هو الذي يثبتك عندما تقرأ القرآن قل الحمد لله الذي ثبتني على الإيمان ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات هنا الشاهد أيها الأحبة ما معنى ضعف الحياة وضعف الممات؟ ضعف الحياة يعني نعطيك زينة الدنيا نضاعف لك الزينة والمتعة وزينة للذين كفروا الحياة الدنيا نعطيك الأموال نعطيك القصور ولكن سيكون لك ضعف الممات أي ضعف العذاب فيما بعد الحياة الدنيا في حالة الممات يعني قلنا أن الإنسان لديه حياة أحداث في الحياة وأحداث في الموت أحداث في الحياة نسميها محياة قل إن محياة ما معنى محياة؟ يعني نومي طعامي وشرابي دعائي ثقتي بالله سبحانه وتعالى سلوكي هذا كله أنا لله يعني أنا سلمت حياتي لله هذا معنى محياة يعني كل ما أقوم به أنا أقوم به ابتغاء وجه الله إذا ذهبت لأعمل وأكسب نقود أنوي أن هذا العمل أقوم به لله لأعف نفسي وأعف أولادي مثلا أنفق على أولادي أو على أهلي أو على والدي أو كذا إذا ذهبت لأتعلم أنوي أن هذه الشهادة سأخذها لأخدم القرآن ولأنفع الناس ولأقدم أكبر نفع للناس ابتغاء وجه الله هذا هكذا تكون حياتك لله طيب ما معنى مماتي مماتي أي أن الأحداث التي سأمر بها من لحظة الموت إلى القبر إلى كذا إلى كذا كلها في عالم البرزخ أنا أيضا سلمتها بين يدي الله يعني يا رب يا رب سلمتك همومي ومشاكلي في هذه الحياة وأنت تولى حلها وقدر لي ما تشاء وسلمتك حياتي في القبر مماتي سلمته لك أنت تفعل ما تشاء فأكرمني هذا المعنى أيها الأحبة إذن هذه الآية دليل على وجود عذاب في القبر لأنه لدينا آية في سورة الإسراء أيها الأحبة هنا عفوا في سورة غافر لدي آية هنا الثالثة قلنا كلمة ممات وردت ثلاث مرات الآية الثالثة أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سواء محياهم ومماتهم انظروا أحبتي في الله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أو مماتهم محيا الإنسان هي الأحداث التي يمر بها في حياته ستين سبعين سنة حياة المؤمن لا يمكن أن تكون مثل حياة الكافر وممات المؤمن لا يمكن أن يكون مثل ممات الكافر مماته أي الأحداث التي سيمر فيها خلال موته خلال فترة الموت فترة الموت هي فترة البرزخ أو وراء البرزخ حياة ما وراء البرزخ هذه تسمى الممات أي الفترة التي سيخطيها في القبر أنا سلمتها لله سبحانه وتعالى والله عز وجل هو الذي يكرمني في محيايا وفي مماتي طيب الذين اجترحوا السيئات إنسان ظالم اليوم هل الله سبحانه وتعالى يجعل حياته مثل حياة إنسان مؤمن لا المؤمن حتى لو كان مهما كان هو أسعد من الكافر وأكثر اطمئنانا من هذا الكافر لأن هذا الكافر يخافنا الموت أول شيء لديه هموم كثرة لديه قلق يعيش حياة متناقضة يعيش حياة مضطربة المؤمن لديه أمل أنه سيلقى الله الكافر ما هو أمل هو لا شيء أمامه الموت ويعلم أنه سيموت ويهرب من الموت يخاف من الموت أيها الأحبة لذلك هذه آية تدل على وجود عذاب في القبر أو نعيم في القبر طيب حياة المؤمن قلنا يجب أن تختلف عن حياة الكافر بناء على هذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فكما أن الحياة المؤمن أو محيا المؤمن يختلف تماما عن حياة الكافر كذلك ممات المؤمن يختلف عن ممات الكافر فممات المؤمن الأحداث التي يمر بها بعد الموت سوف تختلف عن الأحداث التي يمر بها الكافر بعد الموت إذن مدام هناك اختلاف نأتي الآن للآية التي تقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضلهم حياة الفرح أو ممات المؤمن يكون عبارة عن حياة مليئة بالفرح في عالم البرزخ أو وراء البرزخ حياة الكافر بعد الموت تكون حياة مليئة بالعذاب بعد أن يعبر ما وراء البرزخ إذن هذه آية دليل على عذاب القبر هناك آية أخرى أيها الأحبة جميلة أيضا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وما يستوي الأعمى والبصير دعوني أكتب هذه الآية ونقرأها هنا طبعا من البرنامج أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى يقول وما يستوي الأعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظلمات ولا النور هذه في سورة فاطر وما يستوي الأعمى والبصير دقيقوا أيها الأحبة هل الأعمى لا شيء؟ لا الأعمى له حياة ولكن حياته تختلف عن حياة البصير البصير يبصر يشاهد الألوان له الأعمى له حياة ولكن هذا يعيش وهذا يعيش ولكن حياة مختلفة ولا الظلمات ولا النور هل الظلمات هي فراغ لا شيء؟ لا الظلمات هي عبارة عن حتى في الكون النور عبارة عن فتونات ضوئية نراها الظلمات فيها أشعة ولكن قد تكون غير مرئية نحن في الليل نتلقى أشعة كونية لا نراها في الظلام نتلقى أشعة فوق بنفسجية لا نراها نتلقى أشعة تحت حمراء لا نراها إذن الظلام فيه خصائص تختلف عن خصائص النور ولكن كلاهما فيه أحداث فيه مواد فيه فتونات ضوئية ولكن هنا مرئي هنا غير مرئي طيب ولا الظل ولا الحرور الظل والحرور متناقضان ولكن كل واحد منهما يمثل الأشياء موجودة يعني وما يستوي الأحياء ولا الأموات هنا هذه الآية أيها الأحبة ما معنى وما يستوي الأحياء ولا الأموات يعني الأحياء لهم أحداث وحياة يمرون بها والأموات لهم أحداث وأشياء وحياة يمرون بها تختلف عن هذه إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وهذه الآية هنا أيضا استخدمها بعض الباحثين ليقول إن الميت لا يسمع ولكن حديث النبي يقول إنه يسمع والعلم الحديث يقول إنه يسمع فكيف يقول وما أنت بمسمع من في القبور هذه أيضا تحدثنا عنها في لقاء سابق وقلنا يجب أن نميز الفرق بين السمع واستمع استمع الكل يستمع الآن إذا دخل شخص وتكلم باللغة الصينية كلنا نستمع ولكن هناك شخص واحد سمع فقط هو الذي فهم عليه وترجم واستوعب ما يقول لاحظتم الفرق سمع واستمع لذلك قالوا ما أنت بمسمع من في القبور يعني هذا الذي في القبر الميت محبوس في جسده محبوس في ضمن هذا الجسد هو يسمع ولكن لا يستطيع أن ينطق يستمع عفوا هو يستمع الذبذبات الصوتية تدخل ومركز السمع شغال ولكن لا يستطيع أن يفعل شيء ولا يستطيع أن يكون له أي رد فعل ولا يستطيع لا أن يقتنع ولا أن لا يقتنع وبالتالي هو لا يسمع إنما يستمع هذا الموضوع سنخصص له إن شاء الله لقاء كامل يعني عن الموت يسمعون والفرق بين سمع واستمع إذن أيها الأحبة وما يستوي الأحياء ولا الأموات أيضا إشارة إلى وجود أحداث تحدث في حالة الموت تماما مثل أحداث التي تحدث في حالة الحياة ولكن مختلفة عنها بقي لدي آية يقول الله سبحانه وتعالى فيها فمن أظلم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم دققوا على هذه الكلمة أيها الأحبة لأننا سنكتشف دليلا على عذاب القبر في هذه الآية حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم إذن الحديث هنا عن القيامة أم عن لحظة الموت قبل أن نتابع الآية الحديث عن لحظة الموت إذن لازلنا في الدنيا وهذا الكلام قبل عالم البرزخ على فكرة آخر شيء ستراه من الدنيا هم رسل الله ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله هذا الخطاب والحوار قبل الموت أحبتي في الله اللحظة التي تسمى غمرات الموت تقول ملائكة لهم أينما كنتم تدعون من دون الله الكافر ينطق إذن قبل الموت ينطق ولكن نحن لا نسمعه ولا نراه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ماذا يقول هذا الكافر قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين إذن أيها الكافر ستشهد على نفسك بالكفر قبل أن تموت هذا الكلام قبل الموت دقيقوا أيها الأحبة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي الله يخاطب أولئك الذين كفروا به حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم الحديث هنا لحظة الموت حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم هو لم يمت قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا أين الدعم الذي كنت تتلقاه أين المال الذي كنت تحتمي به أين العلاقات التي كانت لديك وكنت تتفاخر بها أين الأولاد الذين كنت تهدد بهم الآخرين مثلا أين قوتك أين سلطانك أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا في هذه اللحظة الميت لا يستطيع أن يفعل شيء ولا يتحرك ولا حتى الأموات عندما تنظر إليه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون هو يعذب ويتلقى من العذاب والإهانة إذا كان كافرا طبعا والمؤمن ينعم ويرى الجنة ونحن لا نشعر به طيب أين ما كنتم تدعون من دون الله أين الدعم أين الأموال أين القوة قالوا ضلوا عنا لا يجد شيئا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين انظروا أيها الأحبة ماذا يقولون لهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ماذا تقول لهم الملائكة انظروا إلى الرد الصاعق أيها الأحبة انظروا إلى هذا الرد الصاعق الذي يأتي مثل الصاعقة هنا أحبتي في الله الآية الثانية قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اتداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون إذن سيقال للكافر لحظة الموت أدخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار سيعتبر دخل النار منذ لحظة الموت ولكن فترة البرزخ تكون عبارة عن رؤية للنار تعذب نفسه ويرى الجحيم ولكنه لا يستطيع أن يفعل أي شيء وهناك أيضا سورة سورة أيضا عظيمة جدا أنا أحب أن نتأملها معا هي سورة التكاثر دعوني أبحث عنها الهاكم التكاثر السورة رقم 102 انظروا أيها الأحبة الهاكم التكاثر تكاثر في الأموال في الأولاد في العقارات في المتاعد الدنيا من الناس من يكاثر الذهب يحب الذهب يحب الفضة يحب المال يحب العقارات يحب التجارة يحب الزراعة تكاثر الهاكم الهاكم عن الموت حتى زرتم المقابر أنت عندما تزور المقابر يقصد بها أنك أن فترة إقامتك في المقبرة هي فترة مؤقتة لأنك ستبعث بعدها فهي الزيارة اعتبرها القرآن دفنك في هذا القبر هي الزيارة مؤقتة وقليلة سماها الزيارة لماذا أحبتي في الله قلنا هناك مبدأ في الرياضيات أي رقم أي رقم مهما كبر أمام ما يسمى باللا نهاية اللا نهاية هذه مصطلح رياضي وهمي هذا لا وجود له ولكن اللا نهاية يمكن أن نعتبر أن الحياة في الجنة أو في النار هي لا نهائية يعني خالدين فيها أبدا أي رقم أمام اللا نهاية يساوي صفرا أو يقترب من الصفر لا شيء فحتى لو بقيت في قبرك مليار سنة يعتبر لا شيء أمام الحياة الخالدة في الجنة أو في النار لذلك فترة إقامتك في القبر هي الزيارة الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر يعني أنت تعلم أنك ستزور هذا القبر وستمكث به ثم تبعث بين يدي الله فلماذا تلتهي بتكاثر الأموال والأولاد والعقارات والأشياء الأخرى الدنيوية؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ما معنى لترون الجحيم؟ إذن هناك رؤية للجحيم وهناك رؤية يقينية الرؤية اليقينية تعني أنك ستقف حقيقة بجسدك ونفسك أمام جهنم وتدخل هذه النار هذا عين اليقين ولكن لترون الجحيم أنت سترى الجحيم وأنت في القبر إذا كنت كافرا ما الدليل على ذلك؟ وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب إذن أيها الأحبة هذه آيات تدل بشكل رائع على وجود حياة وأحداث في القبر في عالم البرزخ هناك إما نعيم وإما عذاب ينبغي أن نهيئ أنفسنا يعني بدلا من أن تبني في هذه الدنيا ابني القبر الذي ستمكث فيه طويلا أنت عندما تذهب في رحلة لتزور شخص في دولة أخرى مثلا تجلس أيام وأنت تبحث عن فندق مناسب تبحث عن إقامة مناسبة ماذا تأخذ معك ماذا كذا ماذا كذا ترتب الغرفة ترتب غرفتك أثناء الإقامة طيب أنت لديك الآن قبر ستقيم فيه طويلا لا تفعل له شيء وستترك كل شيء ورائك لن تأخذ معك إلا عملك عملك سيدخل معك طيب ماذا تدخل تدخل شتائم الناس ظلم الناس تدخله معك تدخل لأذى الناس تدخل معك إلى القبر الفاحشة التي ارتكبتها تدخل معك إلى قبرك قول الزور طيب يا أخي الإنسان يقول إنه خذ أو احمل معك ما خف وزنه وغلى ثمنه ما هو الشيء الذي خف وزنه وغلى ثمنه أعظم شيء يدخل معك إلى القبر هو القرآن يحاجج عن أصحابه يدافع عنك يشفع لك ينور قبرك القرآن الصبر حسن الخلق أعمال البر الصدقة بر الوالدين الكلمة الطيبة الصدقة الكلمة الطيبة الصبر والصبر ضياء أكثر من هذه الأشياء لأن هذا الرصيد الحقيقي كل ما تقوم به ستتركه وراءك رصيدك وإقامتك الحقيقية ستكون في القبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر